طيب أروح لجانب تاني وهو متعلق بلاعب عايز أتكلم عليه النهاردة لأنه على مدار 347 يوم واجه تحديات كتيرة برح ما كانش عنده وقت أتكلم واصطفيد في الحديث عن محمود عبد المنعم كهربا كهربا لو هنتكلم عليه محتاجين نتكلم في حلقات لأن اللي كمان اللي شجعني اللي أتكلم النهاردة على محمود عبد المنعم كهربا أن فيه تقرير نشر عبر يلا كورا عنوانه بيقول العودة للحياة في 347 يوم صعقتان لإنعاش قلب قهربا ليه عايز أتكلم على قهربا؟ لعب راجع من فترة إيقاف 6 شهور لعب بيواجه أزمة صعبة جدا بقضية استنفذ فيها كل درجات التقاضي وأصبح مطالب بحوالي 2 مليون دولار بخلاف الفوائد على موضوع هعيد وزيد وهقول فيه وقلت فيه قبل كده تبقى لأوراق القضية أن الأنصف الزمالك في هذه القضية ما أرسلوا اتحاده الكرة إلى الاتحاد الدولي تاني وراء القضية معايا من أول ما كان موجود في الفيفا لغاية لما وصل لمحكمة الرياضات الدولية الكاس ومكتوب فيها في الحيثيات أن فيه تفاصيل كتيرة الناس مش قادرة تعرف ملابسات القضية وأن فيه أدلة تثبت أن عقد قهربة مع الزمالك سليم فبالتالي نقدر نوقع له عقوبة مالية قطع ويد للزمالك إلا بعد الخطاب اللي تم إرساله من اتحاد الكور ده مكتوب في حيثيات القضية وبالتالي قهربة واجه صعوبات كثيرة جدا على مدار أربع سنين ولكن السنة الأخيرة تحديدا هي سنة التحدي قهربة راجع من الإقاف من يوم 17 يناير 2023 وعلى مدار هذا العام سبقوا بقى من ناس بتحاول تثبت أن هي عندها معلومات أو تتكلم في قضايا وانا صديقي كذا وانا حبيبي كذا وانا بقعد معا كذا والقضية يحصل فيها كذا وقهربة مش هيشوف الملعب كل الناس دي من طول فترة دي هتشوفه هاكس كتير يعني الهاكس والافتكاسات كتير قوي سواء من محلل فني سواء من واحد ممكن بيقول ناقد رياضي هتسمعه كتير قوي ولكن الأيام هي اللي بتثبت مين بيتكلم صح ومين بيحاول يضحك عن ناس بأيه كلمتين عشان يكسب دولار ولا خمسة دولار ولا عشرة دولار من قناة عاملها على اليوتيوب يضحك بيه على الناس بكلمتين وهو لا عنده معلومة ولا يعرف يفتح قضايا ولا عنده أصلا أي خبر يزبت حتى بعد فتر أنه كان كلامه صح كهربة على مدار هذه الفترة 347 يوم أولا لعب مع النادي الأهلي بطولات عديدة سواء محلية كرية دولية ولكن بدايته في هذه الفترة كانت مباراة سموح أحرز هدف كانت مباراة في كأس مصر ثم لعب مباراة الزمالك اللي الأهلي كسبها 3-0 وأحرز هدف كهربة السنادي مع الأهلي عمل إيه؟ لعب كاسعالم للأنداة في المغرب لعب كاسعالم للأنداة في المملكة العربية السعودية لعب كاس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري لعب دوري أبطال إفريقيا والسنادي هو واخد جيزة أفضل هدف في عام 2023 على المستوى الإفريقي هدفه مع الأهلي في مرمى الهلال السوداني شوفوا بقى تدابير ربنا سبحانه وتعالى وإزاي ربنا لما يكرمك من وسع بعد المؤامرات اللي انت ممكن تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة خد مع الأهلي الدور العام خد مع الأهلي 2 سوبر 2 سوبر على حساب بيراميدز وفي الدورة الربعية كاس السوبر للأنداة الأبطال هل الأمر كان متوقف على كده؟ لا ده كان برضو فيه مطبط في وسط الموسم فيجيو يتعمل يتباعت لجنة انضباط ويتخذ قرار بإيقاف 12 مباراة بعد جده يتم تقليص العقوبة من لجنة الاستناف لست مباريات وتخلص الست مباريات ويرجع كهرباء برضو ويلعب ويحرز أهداف ويكون من العناصر الأساسية انت عارفين كهرباء في عام 2023 لعم على الأهلي 46 مباراة في مختلف المنافسات سجل 20 هدف وصنع 11 هدف أنا بعتبر كهرباء أيقونة عام 2023 واحد جاي من ضباب كسيف مؤامرات عشان يثبت ان في الملعب هيقول كلمته ويوجه مش اقول ضربات سعاقات قهربائية لكل من تأمر على هذا اللاعب اللي هيمس المصر ومن قرم ربنا عليه انه هيمس المصر أيضا في كأس الأم الإفريقية وده التتويج اللي خدوا قهرباء في نهاية عام 2023 في سنة كاملة واجه فيها تحديات كتيرة مش على المستوى البطولات والإنجازات الحقها بس والأهداف اللي أحرزها لأ كل ده توك في عام 2023 باختياره في قائمة منطقة مصر اللي هتمثل مصر في بطولة الأم الإفريقية في القد فور على فكرة رغم عدم مشاركة قهرباء في النص الأول من موسم 2022 2023 استطاع قهرباء أن يكون أفضل هداف في الأهلي متساويا مع محمد شريف رغم أن قهرباء مش رأس حربة صريح زي محمد شريف ويجي بعدها على طول حسين الشحات وبيرستها ولكن بعدد مباريات أقل دي نقطة مهمة جدا كان لازم النهاردة في التريند نتكلم فيها وإحنا بنختتم عام 2023 على نجم كبير واجه تحديات صعبة زي محمود عبد المنعم كهرباء ابن النادي الأهلي اللي نشأ وتربى داخل جدران النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر